السلام عليكم ورحمة الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسنوا تأويل وقد سألني اليوم سائل كريم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامنا وعن مدى صحته وهو الذي يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيه لكعب بن عجرة رضي الله عنه أعاذك الله من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي والحديث في مسند أحمد وقد بينت له بأن الحديث صححه ابن حجر في الأمالية المطلقة والألباني في صحيح الترغيب والهيثم في مجمع الزوائد وقال على رجال الصحيح والأرنقوط في تخريج المسند وقال على شرط مسلم فالحديث صحيح ثابت في غاية الصحة والله تعالى أعلم فأجابني السائل سائلا قال كيف نجمع بين هذا الحديث وبين طاعة أولي الأمر وأقول له بأن المنهي عنه في هذا الحديث هو طاعة أئمة السوء على المنكر وعلى الكذب وعلى الظلم ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول بأن من أعانهم ليس منه وليسوا منه ولا يردون عليه الحوض فما بالكم بأئمة السوء وإمارة السفهاء ما بالكم بهم وأما طاعة أولي الأمر بالمعروف فهي مأمور بها في هذه الآية والمنهي عنه أو الجمع بين الأمرين هو في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين وأشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان إذن نحن لا نخرج على حكام المسلمين ما داموا مسلمين لم نر منهم كفرا بواحا لكن في نفس الوقت لا نعينهم على ظلمهم ولا نصدقهم بكذبهم بل ننصح لهم إن استطعنا وندعو لهم بالخير والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة